موسيقى صباح الخير لبنان عقدة العقد المعقدة والعجوبة الدائمة توصيف اختاره المحامي والكاتب أليكساندر نجار في كتابه قموس عاشق للبنان لعله يختصر المشهد اللبناني اليوم مع استفحال الأزمات فيه على أنواعها هذا المشهد بكل زوياه وصولا لتداعيات عواصف المنطقة عليه وناقشه مع ضيفي المحامي والكاتب أليكساندر نجار صباح الخير أستاذ نجار أهلا وسهلا بك بكاريكاتور جريدة الخليج الإماراتية التي يعني وصفت يمكن دقة الوضع بي لبنان بذل الدعوات لإصلاح تهديد إصلاح نظام إتقاط نظام تمديد نظام إصلاح انتخابات وغيرها النون نقطة تحارف النون بدت على شكل قنبلة لبنان هذه العقدات العقد المعقدة أو الأعجوبة الدائمة مثل ما وصفتها بكتابك قاموس عاشق للبنان تختصر المشهد اليوم؟ الحقيقة اليوم الفوضى الموجودة بلبنان بعتقد صارت تنظر بشي خطير جدا من هون سورة الكمبلة بعتقد الاستلشاء اللي عم بيصير على كل الأصعى ده إن كان من الكوى السياسية ولا من الحراك ولا من بعض الأحزاب فيه قلة وعي بعتقد عن خطورة الوضع يعني معتبرين إنه هلأ كونا محيّدين من ناحية الأمنية من ناحية التجاه السورية إنه الوضع الداخلي ممسوك وإنه الأمور فيها تصير مثل ما هي بدانوا يتكلوا على المفهوم إنه العجوبة إنه لبنان بالنتيجة ميراكل بيرمانون شو ما عملنا هيكاكا رح يبشي بس ما عم بيفهموا إنه عكتر ما عمل شد على هالحبل رح نقطعوا بالآخر وفيه مؤسسات موجودة بهالبلد مفروض نبلش بقى نحترمها هالدستور للبنان الموجود اللي هو القاعدة اللي على أساسها هالنظام نبنى لا يجوز بقى نستلشق فيه بهالطريقة هايدي وما نحترم المهل وما نحترم الاستحقاقات ونترك الأمور سيبة بهالطريقة هايدي تركين الأمور تاخد مجرها بشكل بعد وكأنه ناطرين يجي يعني صار واضح أنه فيه قوة سياسية ناطرة يجي الإذن من الخارج وكأنه نحن اليوم بعدنا تحت الانتداب ومفروض أنه متل ما بيجي لكلمة السر مفروض نصوت له قلت استاذ نجار قلت وعي هل هي قلة وعي أم عجز هنا السؤال؟ لا بعتقد فيه استلشق يعني قلة وعي لأنه العجز بالنتيجة شو بيمنع اليوم نوابنا يعني نستخدم لو لليوم في شي بيمنع واحد ينزل على البرلمان من الناحية الأمنية ممكن نقول عجز ولكن شو بيمنع اليوم النواب يتفضل وينزلوا على البرلمان وصوته واللي بده يغبح يعني بالنتيجة اللعبة ديمقراطية ممكن عجز عن اتخاذ قرار بمعزل عن الضوء الأخضر هون المقصود الخارجي بس هيدا كمان هيدا استلشق بالمؤسسات اللبنانية والانتماء إلى الخارج هو بنائد أصلا هل مهمة أصلا النائب النائب منه هون يكون صوت الخارج ولكن لازم يعبر عن مشيئة اللبنانيين بعتقد اليوم إذا أخدت مئة لبناني وسألتيه أنه شو هال انتخاب رئيس جمهورية هو مدخل إلى الحل أكيد يعني الكل المفروض يفق يوافق على هالشي بقى اليوم النائب عنده هالمهمة هيدا السئل وين وضع لبناني وضعه فيها ولكن عم بيكون عاجز عن يعني مثل ما قلت أنه عن تحقيق هالمطلب الشعبي والدستور يعني بعتقد هالدستور اللي انخرق مرتين مؤخرا عندما صار فيه هالتمديد لأنفسهم بعتقد حان الوقت يعني اليوم يعني قبل أي استحقاء آخر يعني اليوم هالدستور اللي هو مقدس وحتى نابوليون كان يقول أنه عندما تكسر العواصف الدستور هو المرجع الأول والأخير الكتاب والأكيد فؤاد شهاب واليوم ما بيقدر الواحد يستسني هالاستحقاء الدستور نعم ولكن كل فريق سياسي سنجار عم يقرأ هذا الكتاب بنظراته يعني بالنهاية حتى الدستور مؤخرا بالحياة السياسية في لبنان بات وجهة نظر بينما يدافع عن مثلا عدم نزول إلى مجلس النواب لانتخاب رئيسه واعتباره حق ومن يعتبره مناقضا للدستور هو المشكلة أنه الدستور عنه مش بسمعا بيحترمه بس صار مطاط وكل واحد بيفصله على قياسه في حين أنه الدستور واضح يعني ما بيترك مجال للتأويل عند وضوح النص والنصوص واضحة ونحن أيام كتير كمحامين وقتا نقعد نتناقش بمسائل دستورية من شوف أنه من وين جيب هالفتوى هيده من وين هالتحليل الشخصي عند بعض الفرقاء أنه واضح النص وما بيترك مجال للتأويل هل هو النص بحد ذاته بيحمل عدة تفسيرات؟ لا ما بيحمل مقصود أنه يبقى الاجتهاد اللي عم بيعملون نحن نعرف كمحامين أنه عند وضوح النص لا مجال للاجتهاد ولكن هون عنا المعكوسة أنه الاجتهاد والنص بالآخر يعني النص صار بكأنه بيوظفوه لمصلحتهم الشخصية ليصير مطاط على زوءهم وهون الخطورة الوضع وبعتقد أنه بناء الدولة لا يمكن أن يتحقق من دون احترام الدستور هيده شغلة من غكيزة الكيان اللبناني غكيزة الجمهورية اللبنانية وأنا أصلا هالحراك اللي عم نشوفه اليوم أنا أصلا بتعجب أنه هلأ فائق للموضوع يعني ما أساسا وقته صار فيه تمديد كان مفروض من الأساس يعني إذا أنتوا هلأت حارسين على النظام وأنه تغيير النظام وكذا ما أساسا إذا أنتوا بتكون كونسيكا مع نفسكم ما أساسا وقته تتمدد لهالمجلس النواب وأنتوا كنتوا ضد وين كنتوا يعني إجا متأخر بأعتقدها أليس خير من أن لا يأتي أبدا لا أكيد معك حق طيب يمكن مشكلة النفايات هي اللي مثل ما بقوله الشعر اللي قسمت ظهر البعير وجعلتهم يتحركوا بهذا الشكل رح نرجع لموضوع الحراك بس بدي أبقى أيضا بما كتبته بكتابك نقالت عن الكاتب الفرنسي أنري لورانس قوله الصريح إذا فهمتم شيئا مما يجري في لبنان فهذا يعني أنه شريح لكم خطأ يعني هو المقصود أنه دائما ما منقدر نفهم شيء عن اللي عم بيصير في لبنان صحيح يعني أيام في أشياء تناقضات موجودة في لبنان حتى على لسان السياسيين يعني بتشوفي واحد مثلا كان ضد الفيدرالية شوي صار مع الفيدرالية بتشوفي شخص مثلا بيقول أنه هالبرلمان منو شرعي شوي بيرجع بيقول أنه هالبرلمان لازم يصوت عنوان انتخاب جديد تمام أنت أصلا نفسك عم تقول منو شرعي بيرجع يعني بتشوفي حتى بالسياسيين فيه تناقضات يعني إذا نحن كاللبنانيين أنجا نقدر نلحقهم ونفهم عليهم وعلى هالتبع شو سر هالحالك شو بتقولي عن الغرب مثلا وقتا يجي بدوا يفهم لبنان المشكلة هيدا بعتقد أنه ما فيه عنها الحس الوطني يعني دايما الانتماء الطائفي ولا المصلحة الشخصية هي دايما عم تكون غالبة على المصلحة الوطنية وما عنا مفهوم للدولة ما مشكلة كمان أنه فيه بعض الأشخاص بالموجودين بالحكومة أصلا يعني عندهم زهنية ميليشيات زهنية ميليشيات بتتنقد بالمبدأ مع مفهوم الدولة وكيف بديك تبني الدولة مع أشخاص عندهم هالزهنية هيدا عدا أنه عن المصالح الشخصية اللي عم بيحكي عنها أشرت إلى الانتماء الطائفي سؤالي ليش يعني بتركيبة لبنان دائما على مر العصور دائما كل طائفة بتشعر أنه ملجأة من الخارج يأتيها وليس من الدولة نفسها أكيد ما هذا خطأ ليش شو السبب يعني ليش دائما حتى المسيحيين بفترة من الفترات كانوا نف بعدهم هلأ بقولوا فرنسا الأم الحنون أبناء الطائفة السنية يشعرون بأنه ملجأة سيدا منه شي جديد حتى قبل الاستقلال كان عندك أنا قلت على مرأة العصور ليش دائما لبنان بهذا الوضع استاذ نجار مش متل غير دول ملجأون بدستورون بأنونون بدولتون لأنه ما عنا مفهوم ما عنا ناضجين بعض للديمقراطية بيعتقد بهالبلد للأسف بيعتقد أنه دائما نحبين نستقوي بالغير من شان نفرض نهيمن على الآخرين يعني بنعتبر نحنا أنه اللعبة الديمقراطية ما بتسمح لنا نهيمن ونحنا المشكلة بهالبلد أنه على طول في طايفة أما حزب فكرة أنه يهيمن على الآخر هذا اللي بيسموه المرونية السياسية والسنية السياسية اللي سنو يسموها المرونية السياسية بس هي الحقيقة هي أقل وحدة بركية ظهر على الساحة لا أنه كل طائفة تدوروا بهذا كل وحدة بدها تستقوي بالخارج إن كان لأسباب مادية يعني من شان تمدها بالمساعدات ولا من ناحية السياسية تقويلة وزنة على الساحة وهذا أكيد بنائد غير إنه مفهوم الاستقلال ما أصلا الاستقلال هو شو هو التخلص من نفوذ الخارج علينا ولكن منشوف هون إنه لأ إنه بالنتيجة بيستعملوه كوسيلة للهيمن وهيدا مفهوم خطأ وفيه مفهوم تاني بعتقد نزال عم نحكي عن العصور السابقة بعتقد مفهوم اللبناني كمان للسياسة إنه دايما فيه محسوبيات في يعني بعتقد بعد ما طلعنا من مفهوم إنه واحد يكون مستقل برأسه وبالتفكيره وعند مثلا يروع على الانتخابات يترك جانبا هالانتماء مثلا لحزب معين لمنطقة معينة لزعيم معين بتحس دايما فيه هالاستفاف اللي كمان هيدا بيرجع لأيام الإقطاع لأيام اللي حتى مثلا بتشوفه هو الاستفاف أم غيب ثقافة المحاسبة لا بعتقد أكتر استفاف لأنه المشكلة أنه بين هالأشخاص الموجودين في كتير أشخاص عندهم وعي ثقافة ولكن بتحس أيام كتير هالاستفاف هيدا بيطغى على ثقافته قلت عن الاستقلال أنه هون البعض بيبقى المزح بيقول أنه أخذنا الاستقلال بس ما عطيونا المود دان فلوى فينا نقول هذا الاستقلال يعني أنا بعتقد عدا عشرة سنين يعني بعتقد إيام شمعون وشهاب بعدين بعتقد فتنة بالدوامة بعدنا اللي هلأ ما عم نطلع منا اليوم الخروج من مسلسل الأزمات اللي نحن عم نتخبط فيه في لبنان وحددتك بختم مؤدمتك بالكتاب بتقول نقلت اللي قاله على أديب جبران خليج جبران لو لم يكن لبنان وطني لاخترت لبنان وطنا لي الخروج من هذا المسلسل من أين يجب أن يبدأ من هو مالك العصة السحرية اليوم في لبنان لإخراجه من أزمته أنا بعتقد بيّنت هالأزمة هيدا أهمية رئاسة الجمهورية كانوا من فترة يقولوا أنه هيدا مركز ما عاد له معنى بالنتيجة أنه من وقت الطائف والضوحة بالنتيجة رئاسة الجمهورية صارت شي فارغ ما إله أساس بعتقد هالأزمة اللي عم نعيشها من كم شهر بيّنت أهمية هالمركز هيدا بعتقد أي مدخل إلى حل ما بيقدر يجي إلا عن انتخاب رئيس الجمهورية وبعتقد أي تأخير لهالاستحقاء هيدا حيخلينا بهالدوامة نفسها هلأ الانتخابات أكيد أنه نغير الطبقة السياسية الموجودة عن طريق انتخابات ديمقراطية وحرة هيدا أكيد مطلب للجميع ولكن اليوم حسب الدستور إذا بدنا نمشي عليه اليوم فيه رئاسة جمهورية وبعدين فيه انتخابات وخلينا نمشي على هالموت دانبلوال عم نحكي عنها طيب موجود هالموت دانبلوال مشكلتنا مش انهم ما عطونا عطونا ايه عطونا ايه بس ما عم نعف نقرأ يعني السجال اليوم البيضاء قبل أمتجاجة يعني كل السجال عم بدور أنا معك لو لا ما في نص اسمه الدستور بنظم هالموضوع هيدا أنه كيف بدنا الديمقراطية إذا الدستور مطاط وما منمشي عليه وما من نظمه وإلا صغنا يعني اليوم خلي لك يمدد لنفسه إلى أبد الأبيدين وخلي اليوم نعتبر خيل نعتبر أنه رئيس الحكومة هو رئيس جمهورية يعني فيه أسس مش معقول نطلع منها واليوم يعني الناس اللي عم بينادوا بانتخاب رئيس الجمهورية أولا وأخيرا ومنهم البترك راعي باعتقد هني على صواب يعني ما بنقدر اليوم هيك نغض النظر عن الشي كأنه تنوي وبينت عم بقول برجع كرر أنه الأزمة بيّنت تببها غياب الرأس ديش مهم رئيس الجمهورية لأنه هو بالنتيجة مفروض يرسم سياسة مفروض يكون حكومة تكون مسؤولة مفروض حتى تعفل اليوم في بعض البلدان ما عنا سفير فيها بلدان مهمة شارجي دفير عم بيقوم بالمعنى لأنه اليوم في شغور حتى على المستوى الدولة خصوصها تصوري بهالأزمة الصعبة اللي نحن فيها في بلدان بس إذا أخدت هالمثل البسيط ما بدنا نحكي أكيد بالصلاحيات الأخرى ما منخلص ولكن حتى بهي شيء حتى التشكلات القضائية مثلا اليوم بيجوا مثلا المجلس قضاء الأعلى والوزير العدل إذا بدون يعملوا تشكلات قضائية بصورة يعني فاعلة أكيد كمان بحاجة لرئيس جمهورية لا رئيس جمهورية مفتاح رئاسة الجمهورية هل بتعتبره بشقه الأكبر داخلي موجود في الداخل أم مثل ما كتبت جريدة الأنباء الكويتية اليوم بأن هذا الأمر بات مرتبطا بموقف روسيا الذي سيكون المفاوض العملي الأكبر مع الولايات المتحدة بخصوص رئاسة لبنانية لا أنا بيعتقد روسيا هلأ عندها غير انشغالات بيعتقد عن أنه تقعد تنظر بالداخل اللبناني نحن دايما عنها المشكلة أنه بلبنان منفكر حالنا أنه محط أنظار الجميع وأنه بتوقف الدنيا كلها هي نحن تفصيل بعتقد لروسيا ما أنها الأهمية المفتاح الرئاسة لا بعتقد المفتاح الرئاسة اليوم أكيد بين القطبين يعني اللي هو الإيراني والسعودي يعني اللي هي مش اللبناني برأيك ما بقى له تأثير للأسف لا يعني عم نحس هيك نحن أكيد منتمنى كلبنانيين نعم كرجال قانون ونتمنى أنه هالشي ما يكون هيك يعني اليوم نحن منى بحاجة لحدا لنتخي برئيس جمهورية وإذا ما صار اتفاق على شخص فلان ولا فلان بده يفرده يعني اسم الله في 4 مليون لبناني وعدد كبير منه نموار قادرين نقل نختار الشخص الكفق وأنا بعتقد بهالمرحلة هاي دي ممكن أنه شخص تكنوكراتي يكون هو الحل يعني مثلا طرح سامي جميل مثلا كارلوس غوصن نعم أنا أكيد هو ما بعتقد بهالوغد كارلوس غوصن أصلا بعد عنده الـ 2018 على رأس غنو ولكن شخص مثله الأكيد لو يطلعنا من الأزمة الاقتصادية اللي نحن فيها ويحصننا من الداخل ممكن يكون شخص المناسب ولكن أكيد كل فريق اليوم بده يجيب شخص بخصه وما بهمه يجي واحد حياة دي ولا يكون متخصص بشؤون الاقتصادية اللي يقوم بالواجب يعني استاذ نجار من وضع الكرة بالملعب الماروني من الأساس كان على خطأ يعني هالموضوع أنه لو اتفقوا الموارنة على شخص رئيس الجمهورية على شخص معين للرئيس الجمهورية كانوا قدروا يفرضوا اتفاق على حلفاء أما من قال أنه الكرة عند الموارنة راهنة سلفا أنه ما رح يتفقوا ما يدهي راهنة سلفا لأنه عارف أنه فيه فريق يعني عنده حلفاء ما أنه موافقين على هالشي مش معقول يتفقوا على صحيح أنه صار فيه حوارات ونحن أكيد كلنا منشجع على الحوارات يعني ضروري نحن ديوم نضل بهال يعني ما تنكسر الجرة مثل ما بيقولوا بين الفرقاء ولكن ما فيه شك أنه فيه فريق اليوم من المسيحيين غافض هو ما عم ينزل على المجلس النواب لأسباب كل مرة فيه سبب يعني ولكن ما عروف شو السبب الأساسي أنه أنا أولى أحد من جهة تانية أنه كلمة السر من الخارج بعد ما أجت أنا أولى أحد أو كمان مثل ما بيقولوا النواب بالتغيير والإصلاح أنه ما عندهم ثقة بأنه الأمور ستأخذ منحة ديمقراطية بيخافوا دائما من اتفاق رحت الطاولة يأتي على حساب المكون المسيحي نحن شفنا أيام طلع رئيس جمهورية في لبنان مرعا على صوت يعني منها بالنتيجة هيدا اللعبة الديمقراطية مثل ما الفريق الآخر رح يخاطر نفس الشي لا بعتقد أنا أنه اليوم أنا وقت أشوف المطلب تبع هالفريق المطالب تبعه أصلا منها مطالب دستورية هي مطالب وكأنهم عم بيفصلوا الدستور على قياس المرشح تبعهم من دون ما يطرحوا بديل يعني اليوم يعني صارت نوع من هيمنة مع عيدة ديمقراطية وقته أنا أجي أقول أنه أنا بعغل الانتخابات يا بتنتخبوني يا ما بتنتخبوا غيري هيدا أكيد شي منائل تماما ومنافة تماما للديمقراطية نعم ولكن ماذا عن شعارات العزل والكسر ولا نسمح بعزل العماد عون يعني والعماد عون عم بيئد ريقنا الجمهور ونهو عم بيتعرض للعزل ما أصلا موجود بالحكومة وعنده يعني وزارة الخارجية ووزارة التلمي ما عم تتلبى طلباته يعني شو ما طلب فوت فيها وهو طالب وقته بوزارات مهمة وعطيوه من أهم الوزارات الموجودة بالنتيجة عم عم بيقوموا وكانوا بشغل طبعا وهالحكومة ماشية هلا اليوم وقتها اجت الاستحاء الرئاسة صارت عم تستعمل عرقلة الحكومة كورقة ضغط من شان فرض جنرال عون كمغشح وحيد يعني هو رئيس وأكيد هيدا شي منه منه ديمقراطي يعني أنا بيستغرب أنه شخص مثله اللعب بمرحلة ما دور مهم يعني باللبنان على صعيد تحرير لبنان وما في شك هيداش ما حدا نبينكره ولكن اليوم يعني المصلحة لبنان وأكيد هو حريص علي أنه بتقضي بأنه ذهب إلى مجلس النواب وانتخاب الرئيس ويتفقوا على الرئيس ما عم نجي نقول أنه الفريق الآخر يفرض كمان ولكن ما نقطعوا اللبنانية بالبلد يعني خليهم يتفقوا على واحد ولا منها الفريق ولا منها الفريق يكون يلبي متطل يعني يقدر يرد على يعطي أجوبة لهالشعب اللبناني وهالحراك ما إجا من لشيء إجا من وجع خلينا نحط على غأس هالجمهورية طبيب يقدر يعالج هالأمراض كيف بده يعالجه إذا ما كان قوي هون بده أوصل لما قولت الرئيس القوي بعد الفاصل بده نحكي عنه لحظات ونعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر